السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد موجة تكاد تكون غير مسبوقة من الهجوم على السنة النبوية تدعو إلى نبذها والاكتفاء بالقرآن ناهيكاً عن محاولة بعض الفرق الطعن في صحيحي البخاري ومسلم وهم الكتابان اللذان أجمع المسلمون على مر العصور والأزمان على صحتهما ومرجعيتهما فماذا وراء هذا الهجوم؟ وما واجهة الاعتراض على السنة والقول بعدم حجيتها في الإسلام ولعل السؤال الأهم هو عن مدى أهمية السنة في الشريعة وعن علاقتها بالقرآن الكريم وماذا يعني إغفال السنة ورفض الاحتجاج بها هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيف حلقة اليوم الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم الدكتور أهلاً أستاذ مهاد وإخواننا المشاهدين بارك الله فيك لا شك أن هناك علاقة عضوية بين القرآن والسنة النبوية المطهرة لكن لو تحدثنا دكتور عن طبيعة هذه العلاقة ما هيتها أو جهوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا هو بعد والسنة يعني دعني قبل أن نخوض غمار هذا السؤال أمهد لإخواني المشاهدين بالبيان معنى السنة السنة عند اللغويين تسمى يعني تطلق على الطريقة لها عدة معاني يعني أوضحها وأظهرها الطريقة سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا فلذلك ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وأما عند يعني في الاصطلاح فهي يعني لها عند كل فريق أو طائفة من أهل العلم تعريف فهي تطلق بمعنى الشريعة القرآن والسنة عند الشرعيين وتطلق بمعنى العقيدة السنة ولذلك صنفوا كتبا في العقيدة باسم السنة السنة الخلال محمد السنة لولده عبد الله السنة الللكائي فهي عند العقديين السنة أيضا بمعنى العقيدة وبقي عندنا ثلاثة أنواع من أهل العلم المحدثون والأصوليون والفقهاء والفقهاء يطلقون السنة على ما يقابل الفرض يقولون هذا سنة أي نافلة أو على ما يقابل البدعة يقولون هذا سنة ويقابله البدعة فالسنة عندهم تطلق على المندوب أو النافلة والسنة عند الأصوليين تطلق ويراد بها أقوال النبي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات مما يصلح أن يكون ذليلا شرعيا المعنى الذي نقصده من هذه التعريفات هو معنى السنة عند المحدثين وهي السنة عند المحدثين أوسع وأشمل فيقولوا المحدثون فيها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية أو الخلقية قبل البعثة وبعدها في اليقظة أو في المنام فالأقوال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال مثل قوله إنما الأعمال بالنيات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من أطاعني فقد أطاع الله كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى عندنا في الجامع الصغير وزيادات أكثر من عشرة آلاف خمستاشر ألف حديث كلها قولية أيضا عندنا المعنى الأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أو في بيته ونقله لنا أصحابه رضي الله عنهم أو زوجاته في بيته كما يعني نقل عنه كيفية صلاته وكيفية حجه وكيفية أذكاره وماذا كان يفعل إذا دخل بيته قالت عائشته كان يتسوك إذ أول ما يدخل البيت يتسوك صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة كما في حديث ابن عمر في البخاري قال صلى ركعتين وهكذا يعني وأما التقريرات فهي ما فعله الصحابي أو قاله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وافقه عليه مثل قول سلمان لأبي الدرداء إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال صدق سلمان رضي الله تعالى عنهم والتقارير كثيرة في الحقيقة أقرر بلالا على ركعتين بعد الوضوء أقر الذي قال بعد سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أقر أبا موسى على الرقية بالفاتحة وما ورد فيها حديث التقريرات كثيرة جدا وأيضا الصفات الخلقية أي ما تعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم بشكله بجسمه بشعره بطوله بعرضه بلونه صلى الله عليه وسلم والفائدة من معرفة الصفات الخلقية أن ندفع الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أنه خلق على هيئة الكمال البشري فلو قال مثلا واحد إن النبي صلى الله عليه وسلم بتاعكم كان أعور نقول له أنت كذاب إن نبيكم كان أصلع نقول له أنت كذاب إن نبيكم كان قصيرا نقول له أنت كذاب فندفع الشيء والعيب عنه صلى الله عليه وسلم ثانيا أن من رآه في المنام نعرف هل رآه على هيئة الكمال فيكون تأويل الرؤية لها مغزة أو رآه على هيئة الناقصة فيكون تأويل الرؤية لها مغزة آخر فنؤول الرؤى على حسب ما رآه الرائي وليس كما يدعي بعض الناس أن النقص في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليس النبي عليه وسلم لا هذا كلام غير صحيح لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إن من رآه ناقصا فالنقص في دينه والتسن عنده والصفات الخلقية للتأس به صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة وبعدها لنعلم أن حياته قبل البعثة كانت ورقة بيضاء ناصعة البياض صافية نقية من كل ما يشوبها وبعد البعثة الأمر واضح والله تبارك وتعالى أعلم أما السؤال بالحضر لك طرحته وهو علاقة السنة بالقرآن أو جهة العلاقة وما هيتها وطبيعتها أي نعم السنة مع القرآن لها ثلاثة محاول في الحقيقة علاقة السنة بالقرآن لها ثلاثة محاول المحور الأول أن السنة تؤكد ما ورد في القرآن فالمحور الأول تؤكد ما ورد في القرآن يأتي الأمر في القرآن فيأتي مثله في السنة مثل الأمر بإقامة الصلاة في القرآن مثله في السنة الأمر ببر الوالدين مثله في السنة الأمر بالإحسان إلى الجار مثله في السنة وهذا كثير جدا والهدف من هذا أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطي لمحة للمسلمين وغير المسلمين وإشارة إلى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى السنة عن ربه فمصدر القرآن والسنة واحد وهو الله عز وجل وأنه لا يتكلم من عندياته كما قال ربنا تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي إما ابتداء وإما مآلا النبي لا يتكلم من عندياته أبدا إذا تكلم من عندياته واجتهد لابد أن ينزل الوحي إما يثبت ما قاله أو يصححه أو يوافقه أو يصحح له إنما الوحي لا يتركه أبدا فإما أن تكون السنة وحيا ابتداء يبتدئه الوحي وإما أن تكون مآلا أي تأول إلى الوحي فالله تبارك تعالى يريد أن يبين للناس أن مصدر القرآن والسنة واحد وهو الله عز وجل الثاني أن الله تبارك تعالى يريد أن يؤكد هذا المعنى الذي أمر به فحينما يأتي في السنة ويأتي في القرآن هذا أمر جلل يريد أن ينبه المسلمين إليه وأن ينبه السامعين إليه فانتبهوا له فهو أمر عظيم المحور الثاني من محاول علاقة السنة بالقرآن أنها تستقل بالتشريع يعني تنفرد بتشريع بعض الأشياء مثل ماذا أمور كثيرة جدا الأئمة من قريش القراءات القرآنية التحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تحليل الذهب على النساء وتحريمه الذهب والحرير على النساء وتحريمه على الرجال أمور كثيرة استقلت السنة بتشريعها تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه المسلم يعني أمور كثيرة جاءت في السنة ولم تلت في القرآن وهذا واضح كثيرا المحور الثالث وهو الذي يعني يطول فيه الحديث بعض الشيء وهو أن السنة مبينة للقرآن ومبينة للقرآن هذا البيان له أربع صور الصورة الأولى أن السنة تبين المجمل في القرآن الأمر يأتي أقيم الصلاة طيب نصلي كم وقت وكم ركع في كل وقت وهل يسبق الركوع السجود أم العكس وكيف هيئة السجود وكيف هيئة الركوع وماذا نقرأ في الركوع وماذا نقول في الركوع وفي السجود ويعني هذه الهيئات والحركات جاءت السنة في تفصيله ولذلك عمران بن حسين رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لما اعترض واحد على إن السنة يعني ليس لها ليس لها داع يعني ليكفن القرآن فقال له ويحك أو تجد أن في القرآن أن العصر أربعا وأن العصر أربعا وأن الظهر أربعا وأن المغرب ثلاث وهكذا هل تجد هذا في القرآن هل تجد في القرآن كيف مقادير الزكاة وما هي الأنصبة وهذا ليس هذا ليس فيه بيان ولذلك نقول بيان المجمل فكل هذا جاء مجملا في القرآن وبيانته السنة وفصلته أعظم تفصيل الأمر الصورة الثانية توضيح المشكل المشكل هو اللفظ المتردد بين عدة معاني فيشكل على هذا ويشكل على هذا فلا ندري يعني يعني كأنه يذهب إلى أمثال فلا ندري هل المقصود سين أم صاد أم عين من هذا فهو له عدة معاني كثيرة مثل كلمة الظلم في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالصحابة استشكلوا كلمة الظلم هنا وقالوا هل المقصود بها وضع شيء في غير موضعه هل تجاوز الحد هل هو الشرك والكفر ما المقصود بها ولذلك حملوه على معنى تجاوز الحد فقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله فقال لا ليس هذا هو المقصود المقصود بالظلم هنا الشرك أولم تقرأوا قول الرجل الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بمعنى الظلم هنا من المعاني المتعددة له المقصود به الشرك وليس أي معنى آخر فأزال الإشكال هنا صلى الله عليه وسلم أيضا أزال الإشكال في قوله تباركة الإشكال عند الناس نعم الإشكال عند الناس في وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط راب يضمن الخيط الأسود من الفجر وبيّن أن المقصود بهما سواد الليل وبيض النهار هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة تقييد المطلق يعني يأتي الأمر في القرآن اللفظة في القرآن مطلقة غير مقيدة تشمل أنواعا كثيرة وأجناسا كثيرة فبيّن السنة أنه لا يراد هذا الإطلاق مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فهل كل سارق نقطع يده فالسنة قالت لا ليس كل سارق إنما السارق الذي يقطع يده يده لابد أن تقطع يده لابد أن يسرق من مال بلغ النصاب هذا المال محرّز هذا المال ليست له فيه شبهة ملك يعني وضعت ضوابط ليس منتهبا ولا مغتصبا ولا خائنا وضعت قواعد وحتى كيفية قطع اليد حتى وضعت لها قواعد هذا سنضربه في تفصيل تخصيص العام طيب فعندنا تقييد المطلق الحضرات قلتبا في تقصيص العام اليد هل سنقطع اليد من هنا من عند الكتف أو من عند المرفق أو من عند الرصغ من هنا أو يسمى الكوع أحيانا فبيّنت وهل سنقطع اليمين أم الشمال فبيّنت السنة ما الذي يقطع منه كذلك يوصيكم الله في أولادكم هل كل الأولاد يارثون فالسنة قالت لا القاتل لا يارث المرتد لا يارث وهكذا بيّنت السنة هذا البيان العظيم من غير هذا البيان العظيم للسنة يستعجم القرآن ولا يفهم وهذا هو المراد من منكري السنة أن يصير القرآن كتابا أعجميا غير مفهوم يعني أفهم من كلامك دكتور بأن السنة هي حجة ملزمة للمسلمين لا شك في ذلك طبعا السنة ولذلك نأتي إلى هذا فنقول أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وحجة ملزمة ومنكرها كافر بلا شك طيب يعني لكن يعني دكتور يعني أكثر السنة كما تعلم هي ظنية الورود يعني لم تأتي بطريق القطع والقرآن كما تعلم هو شنع على منهج اتباع الظن فكيف يمكن التوفيق بين أن تكون السنة بهذه الأهمية والقدر وتداخل مع القرآن وأنها حجة وأنها يعني يكفر من يتركها أو من لا يؤمن بها ثم أن ورودها كله أغلب السنة ورود ظني ليس قطعي لا هذه إشاءة علمية أستاذ جهات كيف كيف أولا أن السنة ليس أغلبها ليس أغلبها نعم واردا مورد الظن هذه واحدة الثانية أن المقصود بالظن هنا الأمر المترجح على الشك بدليل وليس هو الشك فالظن المذموم في القرآن هو الشك ومطلق الشك هذا ماء أم عسل هذا كذا يمين أم يسار أنا لا أدري فأنا هنا أخمن أنه يمين السنة ليست ثابتة بالتخمين إنما بالأدلة والقراء والاستدلالات الصحيحة السليمة التي ترجح أنه اليمين أم اليسار ترجح فإذا فخرجنا من دائرة الظن الثانية أريد أن أنبه على هذه الإشاعة إن التواتر التواتر أمر قطعي الثبوت قطعي الثبوت نعم لكن دلالته متفاوتة والأحاد ظني الثبوت كما يقول لكن ما هو الأحاد الأحاد هو الحديث الذي لم يتواتر لم يبلغ حد التواتر سوى بقى رواه واحد أو اثنان في كل طبقة أو في طبقة واحدة أو ثلاثة عند غير الأحناف لكن نحن نتكلم عند المحدثين ثلاثة عند المحدثين أيضا من نوع الأحاد طيب وما فوق الثلاثة متواتر أربعة فما فوق لحديث معاذ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح خذوا القرآن عن أربعة فإذا قلنا إن نتكلم عن التواتر لا نعني التواتر عند الفقهاء ولا عند الأصليين إنما نعني التواتر عندنا نحن المحدثين فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن أربعة والقرآن لفظ متواتر يقينا فهب أن المسلمين استجابوا لهذه الوصية النبوية واكتفوا بأخذ القرآن عن هؤلاء الأربعة الذين سمّهوا النبي عليه الصلاة والسلام هل سيكون اللغة النص القرآن متواترا أم لا بلا شك متواتر إذن فيبدأ التواتر من الأربعة لو طبقت هذه النظرية على أحاديث السنة ستجد نصوصا كثيرة فوق الحصر متواترة لكن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة ولم يقل خذوا السنة خذوا كلامي وخذوا أفعالي علما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن تدوين أقواله لا 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 قال خذوا قال خذوا عني صلوا كما رأيتموني نظر الله وجه أمرأ أن سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من وقال في حديث الصحيحين وهذا حديث متواتر وحديث الصحيحين ليبلغ الشاهد ومنكم الغاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ السنة لكن ما الحكمة من منعه الصحابة تدوين سنته واكتفائه بأمرهم بتدوين القرآن فقط لماذا فعل هذا؟ أيضا هذه إشاعة من الإشاعات العلمية وأنا ليه بحوث في هذه المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى أولا حديث السنة لا بد أن نفرق أستاذ جهد بين كتابة السنة وتصنيف السنة وتدوين السنة الجماعة المنكر السنة لأنهم جهلة لا يفرقون بين هذه الثلاثة المراحل فأنا عندي مرحلة الكتابة ومرحلة التصنيف ومرحلة التدوين مرحلة التدوين هذه تمت في عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا كما في البخاري وعمر توفي على رأس القرن الثاني فيقولون إن السنة تأخرت كتابة لا هناك أنتم مش فهمين أنتم تخلطون بين التدوين والكتابة الكتابة بدأت في العصر المكي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من فم النبي عليه الصلاة والسلام حتى نهتني قريش قريش كانت فين؟ كانت في مكة إذن يكتب وهو في مكة وليس الكتبة هو عبد الله بن عمر باس فقال حتى نهتني قريش فقالت لي أتكتب كل شيء وهو بشر يغضب ويرضى فقال فتوقفت فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث فقال أكتب فوالذي بعثني بالحق وأشار إلى فيه لا يخرج منه إلا حق يعني أنت لي توقفت النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويرضى لكن معصوم بالوحي فعبد الله بن عمر كان يكتب وعلي كان يكتب وعمر كان يكتب وابو هريرة لا كان لسه ابو هريرة ما أسلام هذا متأخر شوية إنما في مكة كانت هناك صحف عبد الله بن عمر كانت له صحيفة علي كانت له صحيفة النساء النبي عليه الصلاة والسلام كانت لهم صحف بعد ذلك عبد الله بن مسعود كانت له صحيفة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون حتى جاء دخل في الإسلام أناس جديدون فلم يميزوا بين أسلوب القرآن وأسلوب السنة هنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بغيره بالأشعار بالسنة بشيء فقال في حديث مسلم لا تكتبوا عني كلمة لا تكتبوا عني هو بينهى عن أمر سابت ولا أمر مش موجود بينهى عن أمر موجود فبيقول لا تكتبوا إذن كانوا يكتبون وخذ بالحضرتك لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو طيب هنا سيدنا النبي هذا الحديث فيه دلالة على إثبات الكتابة وليس على نفيه ولكنه نسخ للكتابة لا ليس فيه نسخ إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال هل نسخت أمر الكتابة نسخا كاملا أم نسخ في حق بعض الناس لا نسخ في حق بعض الناس الذين لم يميزوا بين القرآن وغيره يا أستاذ جهاد إحنا كان عندنا في مصر الكاتبة تكتب في الأخبار بتقول وربنا بيقول في كتابه العزيز اسعى يا عبد وانا سعى معاك ده كلام مصاطب واخد بالحضر وحدة مثقفة ومعها شهادات مش أدرى تفرق بين النص القرآني وكلام الأهاوي فلذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم يقول وربنا قال في كتابه العزيز الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم هيش الكلام تفرد لكن معذرة يا دكتور هو يعني مجرد يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتوقف عن الكتابة ألا يقلل هذا من مكانة السنة في الإسلام نحن قلنا إن النهي كان نهيا خاصا ليس عاما نهي خاص إما إن معي ورقة مثل هذه هل النهي قال العلماء إذا كتبت فيها القرآن لا تكتب معها سنة يعني من أين استدللت على هذه الخصوصية لوجود الكتابة حتى مع النهي وجود الكتابة موجودة لم يتوقف الصحابة عن الكتابة رضي الله عنهم وسأثبت هذا إن شاء الله يعني الأمر الثاني يبقى النهي عن كتابة القرآن وشيء آخر معه في نفس الصحيفة الأمر الثاني أن النهي خاص بمحمد ليس بجهاد لماذا؟ لأن محمد لسه داخل الإسلام جديد فمش أدري يفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الشعر وأسلوب العرب تقييد النهي أيوة نعم فهذا نهي مقيد بصور خاصة وليس عاما ولا مطلقة إيه اللي خلنا نقول كده؟ إلا خلنا نقول كده إن الكتابة موجودة إن مع النهي إن النسكة بتكتب كانوا يكتبون إنما الذي لم يكن يعني ابن مسعود كان يكتب لم يتوقف عبد الله بن عمرو كان لم يتوقف عن الكتابة وكانت له صحيفة إسماء الصحيفة الصادقة قال مجاهدة رضي الله عنه دخلت على عبد الله أزوره فوجدته متوسدا ورقا تحت وسادته فمددت يدي أن أكذب هذا الورق لأرى ما فيه فضربني على يدي وقال دعها فوالله لإن سلمت لي الصادقة والوهط فعلى الدنيا العفاء الصادقة هي الصحيفة هذه قال هذه الصحيفة كتبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والوهط وقطعة أرض كان النبي عليه الصلاة والسلام يستصلحها ويزرعها ويأكل منها فلذلك الكتابة لا الكتابة موجودة هو من مكة جاء بعد ذلك دور التصنيف لما نجي ننظر إلى دور التصنيف هو جمع المسائل المتشابهة مع بعضها يعني نريد الأحاديث الواردة في الجهاد ماشي نريد الأحاديث الواردة في التيمم نريد الأحاديث الواردة في اللحية نريد الأحاديث الواردة في الغسل في الوضوء في الصلاة في كذا في مسألة واحدة من أين جاءوا بهذه الصحف مما كان مكتوبا ضموه بعضه إلى بعض حتى صارت المسائل معروفة في هذا وأول من بدأ بهذا ابن الزهري ابن شهاب لم يكنوا يعتمدوا على الروايات الشفاهية كانوا يزورون من بلدين لآخر حتى يسمعوا سماعا لمن لم يكتب من الأصل كان هو النقل عن الكتابات وليس عن المشاهدات نعم حتى إن الإمام ابن المديني وهو الحافظ الكبير إمام الدنيا في العلال كان يقول نهاني سيدي أحمد بن حنبل أن أحدث إلا من كتاب وكانوا يعتمدون الكتاب مع الحفظ هذا في مرحلة متأخرة نسبيا هذا له أصل فإنهم كانوا مع حفظهم وقوة قريحتهم رضي الله عنهم أجمعين كانوا يعتمدون على الكتاب ويقرؤون منه ويبلغون تلاميذه منهم ولذلك علي كانت له صحيفة بعد ذلك كانت عائشة له صحيفة وزيد بن ثابت له صحف معذرة نكتوري إذا ما كانت السنة بهذه الحجية وبهذه الأهمية وبهذه المكانة ثم بهذه العلاقة المتداخلة والمتجذرة مع القرآن الكريم السؤال هو لماذا الآن نشهد تصاعدا في موجة الهجوم على السنة والطاني بحجيتها أسمع منك الإجابة بعض الفاصل لو أذنت لي نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نستأنف الحديثة ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن السنة والمتجذرة مع القرآن الكريم السنة النبوية ومحاولات ردها عند بعض الكتاب مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد مرحبا بك أستاذ المشاهد دكتور اليوم تظهر موجة كبيرة حقيقة وربما تكون غير مسبوقة من الهجوم على السنة والطعن بها وردها وعدم الاحتجاج بها والاكتفاء فقط بالقرآن الكريم وهذا يعني يساق القول على أنه هذا أدعى لتوحيد المسلمين السؤال هو يعني بماذا تفسر هذا الهجوم أو محاولات دعنا لا نقول يعني لا نصطاف يعني نقول لماذا هذا الإقصاء للسنة إذا صح التعبير بماذا تفسر هذه الظاهرة اليوم والله هذه الظاهرة في منتهى الخطورة يا أستاذ جهاد ولا يصح على المسلمين ولا يصح من المسلمين أن يسكتوا عنها فهي كبيرة منكرة وجريمة في حق ديننا ما يصح أن نسكت عنها لا علماء ولا طلاب علم ولا حتى عوام لأن من ينال من السنة سينال من القرآن سيعطن الدين كلها هو المقصود منها تحريف الإسلام وتقريف مصادره كما صنع إبليس قبل ذلك مع التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فهذا هو المقصود لماذا القرآن موجود القرآن محكم ومحابط ومحفوظ لماذا هذا التخويف من رد السنة حتى لو كانوا مثلا على غلط وعلى خطأ لماذا تحريف الإسلام برد السنة أين يتجلى هذا التحريف إذا ما كان القرآن هو الأصل الأول وأصل الأصول موجودا وثابتا طيب نريد أن نصلي نعم الله قال وأقيم الصلاة أعزين نصلي صلي كم راكعة في كل وقت وكم وقت وإلى أين نصلي ويعني ماذا نقرأ كل هذه الأحكام نريد أن نزكي علاقة المسلمين بالمسلمين وعلاقة المسلمين بغيرهم وهذا التفصيل علاقة المسلمين بأبنائهم بنسائهم طيب يعني القائلون بهذا القول يعني أنه رد السنة والاكتفاء بالقرآن يقولون ربما يتشكل مجلس علمي إفتائي إلى آخر يقرر مصالح المسلمين وتفسير هذه النصوص بما يتوافق مع العصر هذا اليوم تمام هذا هو المقصود به التجريف والتحريف اللي احنا قلناه بعد لماذا؟ يعني أنا أترك عقلية سدن النبي صلى الله عليه وسلم المعصومة وأترك مصدره المعصوم ثم أذهب إلى سين وصاد وعين وغين وأقول لهم تعالوا فسرون أقيموا الصلاة هاي فسروها إزاي أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يعني نص مجمل هاي فسر إزاي وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فهل يجوز للإنسان أن يتزوج بأي امرأة بعد ذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إذن هل يجوز أكل الكبد لأنه دم هل يجوز أكل الجراد هل يجوز أكل السمك الميت كل هذا من أين سنأتي به ما حكم لبس الذهب والفضة للرجال والنساء ما حكم ما أحكام الجهاد عندنا في الدين ما أحكام الطلاق وبعض صور المواريث سيدنا عمر يا أستاذ قاد يعني خل طيب نترك هذا الحديث الآن إنما الأوزاع كان يقول رضي الله عنه عالم الشام متوفى سنة 157 وله مصنفات كان يقول والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن الله وهذا كلام يكتب بما إذاف في الحقيقة لأن القرآن إذا فصلت عنه السنة سيصير كتابا مستعجما فوق الإدراك وفوق الفهم وفوق التطبيق وفوق حتى لا يعمل به لن يعمل بكثير من نصوصه القرآن دستور والسنة مذكرة تفصيلية وتطبيقية له كيف نفهم القرآن إذا أزل عن السنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سؤلت عيشة قالت كان قلقوه القرآن يعني كان قرآن يمشي أي بتطبيقه وأفعاله وتقريراته وأقواله إذا موصفت القرآن بالدستور معذرة دكتور يعني الدستور يخضع للتطور ويخضع لمراعاة العصر ومراعاة حاجات الناس المتجددة باختلاف الحياة وأدواتها وتطوراتها تمام أمريكا عمل دستور بقالها كم سنة من ساعة ما أنشئت لم يتغير فما بالك هذا فعل البشر فما بالك بفعل رب العالمين سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي أحاط علمه بتل شيء الدستور الأمريكي أدخلت عليه تعديلات وإضافة فلتدخل أو فليحرفوه أو فليمسحوه هذا أمر لا يعنينا نعم إنما الذي يعنينا أن دستورنا ليس صناعة بشرية وليس من تصورات الناس إنما هو من تقنين العليم الخبير ولذلك ربنا سمه كتاب مبين سمه كتاب مبين عربي مبين بلسان عربي مبين يعني لا يعني هو يعني طب معذرة دكتور يعني أين الدليل على وجوب الوجوب العيني والكفائي حتى على الأخذ بالسنة النبوية على مدى الزمان وأدلة كثيرة جدا في القرآن نفسه قليلا منها ولذلك من من رفض السنة هو يرافض للقرآن في الحقيقة ولذلك هو يكفر بدليل أولا أن السنة من وحي الله المعصوم وليست من عنديات النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ولقوله جل جلاله في قضية التبليغ يعني ربما يقول لك قائل هو ما ينطق عن الهوى في قضايا التبليغ تبليغ القرآن وليس في حياته اليومية لا هو النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قيدت النص بالقرآن أين الدليل الذي لأن وظيفته الأولى هي تبليغ القرآن قرآنا وغيره أم قرآنا فقط اتبع ما أوحي إليك من ربك هل الذي أوحي إليه القرآن فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه قال الله في قرآنه وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ربنا سمّى السنة هنا ذكر وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ يعني السنة لتبين للناس ما نُزِّل إليهم أي من القرآن إذن النبي عنده منزلان منزل اللي هو السنة الذكر السنة ومنزل الآخر اللي هو القرآن على اختلاف بالذكر هناك من يقول بأن الذكر هو القرآن من العلماء هنا المقصود في الآية الذكر الآية الحجر اللي حضرارك تقصدها إنما آية النحلة هنا المقصود بالذكر هي السنة ولذلك والسنة مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في أكثر من آية حينما قرنت بالكتاب في شخص النبي عليه الصلاة والسلام وَاذْكُرْنَ مَا يُوحَى مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ فالحكمة هنا هي السنة كل حكمة في القرآن هي مقرونة بالكتاب هي السنة بشرط أن تكون في معرض الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس في معرض الحديث عن نبي آخر مثل عيسى لأن قرنة الحكمة بالكتاب في حق عيسى فليس المقصود بها هنا السنة إنما المقصود بالسنة هنا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فالله تباركت وضحت الفكرة حقيقة دكتور أرجو المعذرة لكن يعني متى وأرجو الاختصار لأن لدي الكثير من الأسئلة والقليل من الوقت متى بدأت ظاهرة محاولات رد السنة وإقصائها عن حياة المسلمين طيب هذه القضية اللي هي قضية أنا قلت يعني أم جزئية واحدة بس في حقية السنة أنها وحي الثانية أن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المطلقة وطاعة المقيدة أن الله تبارك وتعالى حذر من مشاققته ومخالفة أمره صلى الله عليه وسلم ومن عصيانه وأوجب لمن هذا حق النار ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ومن يشاقق ومن يشاقق معناها من يعني من يعرض عن اتباع دينه ما هو إنكر السنة مشاققة ومحاددة ومعاداة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا قد يقول لك القائل هذا بفهمك ليس بفهمه يعني هو الشقاق هنا في عهده صلى الله عليه وسلم يعرضوا عن دينه فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته هل من الإيمان به صلى الله عليه وسلم رد سنته قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سيحكم فيهم بالقرآن فقط أم هناك قضايا لا حكمة ليس لها أحكام في القرآن سيحكم بينهم فيها بالسنة لأهل زمانه لأهل زمانه وكل زمان نبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا إلى العرب الدليل على كل زمان ومكان أنه أرسل العالمين أنه نبي العالمين نبي آخر الزمان نبي كل الأرض نبي كل الخلق صلى الله عليه وسلم طيب فلذلك نحن مأمرون بطاعته الحديث الذي أختم بهذه القضية قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني نص واضح وصريح ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله خالدا فيها أبدا وله عذاب مهم هل يدخل في هذا الباب حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الرجل طبعا نعم طبعا يعني هذا يعني يفيد الوجوب هذا الحديث طبعا طيب دكتور يعني متى بدأت هذه الظاهرة باختصار من فضلك والله هذه الظاهرة يعني ابتدأها الكفار حينما بدأوا يطعنون في شخص النبي صلى الله ويتهمونه بالكذب والسحر والجنون وهذا والقرآن رد عليهم في هذا ثم بعد ذلك بدأت في الحقيقة في أمة الإسلام بعد سنة أربعين من هجرية ولذلك قال ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذوا حديثهم بعد سنة أربعين انقسم المسلمون بعد مقتل عثمان انقسم المسلم بين مؤيد ومعارض وبعد سنة أربعين انقسم الناس أقساما كثيرة هذا خارجي وهذا شيعي وهذا معتزلي وهذا صابئي وهذا ناصبي عفوا ناصبي وهذا وظهرت المعتزلة بعد ذلك في عصر الحسن البصر رضي الله عنه والشيعة هم أول من اخترع رد السنة ومعهم بعض الخوارج طيب هل هذا موضوع رد السنة هل هذا كان موضوعا خلافا فكريا أم له أبعاد أخرى لا كان خلاف فكري فقط كان خلافا فكريا كيف نظر السلف إلى هذه القضية السلف كانوا يقاعدون ويؤسسون هذا الخلاف نتج عنه ماذا نتج عنه علم مصطلح الحديث وتقعيد قواعد الحديث في الرواية والدراية والأخذ والرد وعلم الجرح والتعديل وعلم الناسق والمنسوخ والمختلف والمهتلف وعلم العلل نشأ عنه هذا العلم الذي يعد جوهرة في المكتبة الإسلامية وتاجا على رأسها ووالله لو كان هذا العلم عند غير المسلمين لكتبوه بماء الذهب ولا يعطونه حقه حقيقة أشرت إلى نقاط مهمة دكتور أنت قلت بأن هذا الخلاف أو محاولات رد السنة كانت خلافا فكريا بين نخب الإسلامية والفرق الإسلامية إلى آخره لماذا يكون خلافا فكريا واليوم كثير من علماء الإسلام ومفكريه ودعاته وأنت منهم تردون هذه القضية إلى المؤامرة إلى تحريف الإسلام وضرب الإسلام لماذا لا تكون خلافا فكريا في القديم كانت خلافا فكريا لكن له جذور أيضا عدائية يعني ليس إنما هو في الغالب الظاهر كان خلافا فكريا إنما كانت له جذور عدائية ظهرت مع الزندقة والنفاق والطعن في السنة ووضع الأحاديث بدافع الزندقة وبغض الإسلام هذا الجذر الخفيف القليل كبر ونفخ فيه الآن وأخذه المستشرقون ونفخ فيه يعني بإعلامهم وأبواقهم وأقلامهم وصحفهم ثم تربى على هذا الدجل وهذا الإفك أناس كثيرون من المسلمين للأسف ممن يعني أغراهم ما عند الغرب فقلدوهم في هذا واعتنقوه وصاروا يدندنون به ليل نهار فهل الدافع إلى هذا هو الإلحاد وبغض الإسلام وبغض النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هذا الرجل من أراد أن يقلد النبي فليذهب إلى جبليت الأرود هذا اللفظ يصدر من مسلم يا أستاذ جهاد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن نحن عندنا انتشر الجهل بعلم الحديث فالجهل يعني هذا مفقيه وهذا مفسر وهذا واعظ وهذا داعي علمه بعلم الحديث قليل فهذه مشكلة أخرى يعني قد ينشأ أنه يطعن في السنة ولا يدري فالجهل هو السبب الثاني يبقى عندنا أسباب كثيرة للطعن في السنة في هذا الوقت الزندقة والإلحاد رقم اثنين الثانية التزلف إلى أعداء الإسلام وتلقي ما يقذفونه وما يلقونه إليهم الثالثة الجهل بعلم الحديث الرابعة وهذا حال كثير من الناس الرابعة التقليد الأعمى الشيخ الفلاني طعن في الحديث الفلاني والشيخ الفلاني قال كذا والكاتب الفلاني قال كذا والناس تقلد وتنقل دون وعي أو دون بصيرة ولا ينبغي هذا فالحديث حكر على أهله وهذا الحديث يقودنا إلى الحديث المهم هو كيف يتعامل علماء المسلمين مع هذه الظاهرة اليوم وما الحلول لإعادة الاعتبار للسنة بين المسلمين في حياة المسلمين أسمع منك الإجابة بعد فاصل الأخير وصلنا إلى الفصل الأخير نتابع بعده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله نازلنا وإياكم في الحديث عن السنة النبوية ومحاولات ردها عند بعض الكتاب دكتور من فضلك كيف يتعامل علماء المسلمين اليوم مع هذه القضية لقضية محاولة إقصاء السنة والاكتفاء بالقرآن وهل يسيرون على نهج السلف في التعامل مع هذه الظاهرة؟ والله علماء المسلمين أنا نخصص اللفظ شوية نقول أهل الحديث رضي الله عنهم لهم جهود جبارة وستاذ جهاد في الدفاع عن السنة وفي زيادة عن حياضها وفي بيانها للناس يعني أنت لو نظرت في الجامعات الإسلامية في الأزهر في بلاد الشام كلها في بلاد الجزيرة بلاد الهند بلاد المغرب لو وجدت عشرات الآلاف من الرسائل العلمية والأبحاث العلمية المحكمة التي يعني صنفت في السنة فأقول لهم جزاكم الله خيرا فلكن هذا من الناحية النظرية فالمسلمون قاموا ببعض الحق في هذا ولكن كيف يعني نوصل أو نعتني بالسنة رقم واحد في الاعتناء بالسنة التطبيق العمل لها يا أستاذ جهاد لأن الناحية النظرية فقط لا لن تكفي السنة هي حياة المسلمين هي دين المسلمين هي ليلهم ونهارهم وعزهم واجاههم هي غناهم ومالهم هي كل ما يتعلق بحياة الفرد في صغره وشبابه وكبره في ماله في وراثته في علمه في عقيدته في عباداته في معاملاته في أخلاقه في تصوراته ربما في كل شيء السنة هي ولذلك الصحابة رضي الله عنه هذا الفرق بيننا وبينهم والفرق بيننا وبين السابقين في الحقيقة أن السنة كانت واقع حياة الناس فكانوا لا يحتاجون إلى استحضارها فأنت تستحضرها بالفعل والتقليد والتأسي والعمل هي حية بين جنبات المجتمع هي قائمة في حياة المسلمين ناطقة صارخة بجلالها وعظمتها وبهائها وعزها لا تحتاج إلى استحضار أما الآن فغابت السنة عن حياة الناس وعن تطبيق العملي حتى القرآن غاب معها أكثره فلذلك التطبيق العملي عند الأمة غائب للسنة فلذلك تحتاج إلى استحضارها أما عند الأفراد فإما أن تكون حاضرة لكن بنسب تتفاوت فيها بحسب الإيمانيات لو أذنت لي ذكرت نقطة مهمة أريد أن أبني عليها يعني أنت قلت أن العلماء المسلمين في العقود الأخيرة ألفوا مصنفات كبيرة وشهيرة مثل مثلا مصطفى السباعي وكتابه المرموق والشهير مثلا السنة ومكانته في التشريع الإسلامي وغيرها من المصنفات لكن حقيقة دكتور ربما يقول قائل هذه الردود بقيت في إطار النخبة النخبة العلمية والرد على النخبة العلمية المضادة للسنة النبوية لكن ماذا عن السنة في حياة عوام المسلمين يعني هناك تركيز كثير من قبل علماء المسلمين ودعاتهم ومفكرهم على القرآن تحفيظ القرآن وتعليم القرآن من دون أن يكون هناك اهتمام مشابه أو معادل بما يتعلق بقضايا السنة تعميق وعي العموم المسلمين بالسنة إلى أي مدى تتفق مع هذا النقد؟ وأنا أقول لحضرتك أن السنة لما غابت عن حياة الناس بنسب معينة بين الأفراد وتلقيها احتاج الناس إلى رواية السنة أن نأتي للعنصر الثاني والواجب على الناس رواية السنة بصورة صحيحة فالسنة موجودة بين الناس لكنها لا تروى بصورة صحيحة فأنت تسمع الخطيب يكذب على النبي على المنبر والرجل في التلفاز كنت أشاهد التلفاز من كم يوم وأنا يكذب أم يجهل حديثاً؟ لا هذا كذب يا أخي سواء قصده أو لم يقصده إنما الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمداً فهذا جاهل لكن يسمى كذب يسمى كذباً لكن يدخل تحت نطاق الحديث أم لا على حسب نيته إن كان متعمداً فهو كاذب وإن كان مخطئاً فهو كاذب أيضاً لكن يسمى خطر المهم أننا الرجل يقول نصرني الشباب وخذلني الشيوخ هذا ليس حديث خذ من هذا كان في محطات إذاعية يعني ينقلون أحاديث مكذوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ألاف الأحاديث كثيرة فلذلك ينبغي على الناس أن يسترجعوا إلى الكتب الصحيحة وإلى أهل التخصص في الحديث يسألونهم لا سيما المذيعين والكتاب والمثقفين والخطباء والأدباء هذا من جانب عموم المسلمين دكتور لكن ماذا عن النخب الإسلامية حتى ماذا ينبغي عليها أن تفعل حتى تعمق وعي المسلمين ووجدانهم بأهمية السنة ومكانتها وبحجيتها وضرورة اتباعها ما نقول الرواية الصحيحة لها الشرح والتفسير اتنين الشرح والتفسير الشرح والتفسير هذا سيجعله لا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان داخل دائرة القبول الدفاع عنها هذا أمر مهم جدا الدفاع عن السنة ضد الغالين والجاهلين والمبطلين وفي الحديث الحسن هو حسن بطرقه وحسن بشواهده له عشر طرق تقريبا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين العلماء استنكروا معنى الحديث وقالوا أنه يعدل كل حملة العلم لا لا يعدل كل حملة العلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه اشترط لتعديل العلماء ثلاث شروط هنا قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذي لا يصنع هذا من العلماء فليس بعدل فلذلك العلماء نفسهم كثير منهم مفرط في هذه الحقيقة أنه لا يدافع عن السنة ضد هذه الهجمة الشرسة مما ينبغي أن نصنعه أعود إلى سؤال حضرتك لتعميق معنى السنة عند الجماهير وعند العوام والخواص التطبيق العملي في الحقيقة التطبيق العملي والخروج بها عن الدائرة الضيقة المحصورة في اللباس واللحية والشرب والطعام وهذه الأشياء نحن لا نقلل من هذا بلا شك لا هذه سنة لا نقلل منها إنما ينبغي أن تتسع السنة حتى تعم حياة المسلم من صباحه إلى صباحه ومن مولده إلى قبره أرجو المعذرة أدركنا الوقت وألتمس منك أن تلتزم بثلاثين ثانية أن تقول خلاصة هذه الحلقة فيما يتعلق بموضوع السنة بثلاثين ثانية من فضلك السنة هي وحي الله عز وجل المعصوم واجبة الحجة على الناس ملزمة لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولذلك ينبغي على المسلم أن يخضع لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرتزم بها لهذا أن هذا علامة محبة وعلامة تديونه والله أعلم لا فضفوك شكر الله لكم هذه الإفاضة دكتور محمد شكر الله لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في ختم هذه الحلقة أشكر معي الضيف الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزار إلى اللقاء شكرا لكم